أكد وزير التجارة وكالة محمد الشيعة السوداني أن استراتيجية الوزارة ترمي إلى الاعتماد على المنتوج الوطني على شكل مراحل لحين الوصول إلى الاكتفاءة الذاتي وقال السوداني أن دعم المنتوج الوطني في هذه المرحلة يعد واجبا وطنيا مهما يسهم في تطوير القطاع الخاص العراقي ويوفر أموالا يحتاجها العراق في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المنطقة والعالم جراء انخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدانية مضيفا أن المعامل العراقية ستدعم المنتوج الوطني بكل طاقاتها في تجهيز ورفض مفردات البطاقة التموينية